طيب يا جماعة هلأ نرجع هلأ منحكي الجلسة هلأ اليوم هي عم تكون من أكتر من دولة وبرعاية هلأ مؤسسة جديدة اسم نفساء الغد لاخد نضال معنا موجودة هلأ عم تحاول تساعدنا ونشوف آراءكم بموضوع هلأ كتير مهم هلأ نضاف شخص هلأ بتخيلك تم العدد كامل لاخد نضال هاي محمود هلأ في شخص في بنت ما عم تحسن تدخل على الميتين بس ما عم بفهم شو المشكلة عندها ما بعرف هلأ عند الرابط وزا بتحولي للرابط هيا عند الرابط بس عم لما انت حطت الكلمة السرع عم يطلع لها شاشة السوداء ما بي حاجة هي تقبص بس الرابط كيفية تدخل خليها تدخل من الرابط مو من رقم الهاتف تمام خليها تدخل من الرابط من شوي نفس الشي صار 14 خليها تدخل من الرابط خليها شهر الزو على أزمة كورونا وكيف تعاطي كل دولة مع السوريين بمناطق اللجوء وحتى عجوات سورية كيف عم يكون تعاطي فيها والهدف مننا تماما هي موضوع أن نحط مسودة مجمل مقترحات هالمقترحات نقدمها لدوائر القرار سواء كانت الأمم المتحدة وغيرا من منظمات الدولية بارح بلشنا بمنطقة إدلب الغربية وغطينا آراء حوالي عشر صبايا ميزين كان وقت الشريك معنا اتحاد ديمقراطيين السوريين كان هو ساعدنا بموضوع تنسيق هذه الابتصالات وهلأ بعد هذا الاجتماع في عنا اجتماع السامة منظمتين أنه كمان نحاوله يجمعونا صبايا وشباب ونتعاون وناخد نهاية ملخص فأنا بتخيل العدد رح يصير حوالي شي خمسين مشارك بهذه النقاشات حوله ومنطلع بالنهاية بخلاصة إن شاء الله أنه ترضي آراء الكل فأنا كثير بهمني موضوع أنه أنتوا تقولوا شبتكم تماما كمقترحات بس هلأ أول شي بنعمل مثل عصف زهني أنا بهمني بالبداية بس أعرف عليكم تعرف عليكم منبلش بمين هلأ طيب رغد مدام أنت موجودة هلأ أنت نعم بتنسي بس تخبرينا رغد بأي منطقة مقيمة أنت حاليا بالنمسا آه بالنمسا رغد الديواني اسمي ديواني رغد لأوين خلصة دراسة هلأ أنا لسه عم بدرس حاليا عم بدرس حقوق وعم حضر الطب يعني آه حقوق عظيم تمام وين عم تدرسي هلأ بالنمسا ولا لا تدرسي هلأ بالنمسا ولا تماما نعم هي أونلاين حاليا لأنه بسبب كورونا كما بس آه يعني هي الجامعة يعني هادي طيب كويس على الحالي بأه ألمانيتك كويسة مشيك عظيم عظيم كويس كتير كتير طيب هلأ منبلش بعيشة آه عيشة أبواتي سمعني أنا ما واضح عندي الاسم يا تفضلي عيشة العبيد عيشة عيشة يا ريت تعرفي ع حالك عيشة ساماتينو أنا عيشة العبيد مقيمة بتركيا وقلوس باكالوريا آه مقيمة بتركيا كويسة وين بتركيا آه بأورفا بأورفا شان لي أورفا الآن في كتير رجالية كبيرة يمكن المسوريين ناس موجودين بأورفا معك طيب كويسة العبيد تركيا كمان بيسموها باكالوريا مثل سوريا باكالوريا كينجي ما يعتبروا ما في باكالوريا هيك آه ما في باكالوريا أوكي هلأ نسألة كيف بأعبد منك نوصل للجامعة هلأ ستفسر منك شوية أشياء لأنه أنا ما بعرف هاي اللي شغلات هاي عم درس بأميركا بس ما بعرف كيف يقصموا من بلد إلى بلد هوني تفاجأت وقت البنات هي دخلوا على المدرسة كنا نحن بسوريا تعرف لأخت نضال هلأ كنا ندرس صف السادس هذا هو الابتدائي تفاجأت وقت الهوني بيعتمدوا لصف الخامس إنه هو الابتدائي وبنتي راحت بالسابع على المرحلة الإعدادية يعني فكل ما بتتحكيني بحكيها على أساس أنه هي صارت صف سابع صارت أنه صف سابع هي بتكون بصف سادس إنه داخلي عفوا للإعداد يهون فالسيستم شوي مختلف بكل بلد بعله حلو هلأ نتبادل آراء بكل الشغلات هلأ أوكي في عندنا هون الأخ أسامة آغي هو صحفي مدير نينار بريس إذا فيناك تعرف عن حالك أخ أسامة سلامات أوشي كيف كون كيف الصحف أعذروني أنا ما راقدر أبهر دائما على الشاشة بس موجود معكم بالجلسة أنا أسامة آغي من دير الزور كاتب وعديب سوري باحث أشتغل ببحوث والدراسات السياسية والفكرية عموما ورئيس تحرير صحيفة نينار بريس اللي زميلتنا أيضا نضال الشيخ هي من بسر التحرير وتكتب فيها دائما احنا يعني سعيدين بأنه تكون منظمة أو مركز البيئة الاجتماعية التنمية الاجتماعية والتنمية البيئة والاجتماعية في نيويورك مديرة التنفيذي للأستاذ سامخولي بهذا الجهد حول تعريف بكورونا ومخاطرها على جيد الشباب اللي ممتد أعماره من 14 للأشرينات هاي مسألة مهمة احنا في تركيا هون واعتقد الأخي نضال أو سيدة نضال تشاركنا الأمر احنا طبقت علينا إجراءات حضر بالفداية مدة 6 شهر بعدين فرضوا علينا طبعا دائما وهذا صح يعني كان كنا نرسد الكمامة والمارس التباعد الاجتماعي ما ننوقف جنب شخص مباشرة ما نعمل حفلات ما نحضرها لأخري من هذا الحكي زاعد قمنا بتلقتي اللقاحات الحكومة التركية قدمتها طبعا الحكومة التركية مشكورة بدلت جهود جبارة من أجل تواية الشعب التركي والمقيمين على الأراضي التركية من عرب أو غير عرب بمخاطر كورونا وقدمتهم التسهيلات لأخذ اللقاحات اللازمية أنا أتمنى من بناتنا اللي حاضرين أو الشباب اللي حاضرين كلهم بنات وصبايا أنه يستفيدوا من هاي البرشة واحد اثنين إذا عندهم توصيات أو قضايا يكتبوها يبعثوا لستاذة أسامو إحنا بدورنا جاهزين في نينار بريس ننشرها ونروجها ونغطي كل الحدث تحيات تاريسا ما بتأثر شكرا أخ أساما هلا أخ أساما كمان هو عامل عملية من فترة فشويوة بصحة شوي تعبانة بس البركة يعني نشيط جدا جدا يعني عنده استعداد يكتب مادتين بالنهار فأنه هادي حالة نادرة نشوفها من أشخاص لا تحديد دوق على الخشب يا شيخ دوق على الخشب يا شيخ الشباب مشانيك أنا بقول عنك شيخ الشباب أخة زبت عرفي بس من منظمة لعندي يعطيكم العافية جميعا أنا نضال الشيخ ناشطة مدنية ومديرة لمنظمة نساء الغد وكاتبة في صحيفة نينار بريس طبعا اللي عمل كله ستطوعي الحمد لله لكن أنا معلمة يعني عملي الحالي كنت بالبداية بمدارس السورية المؤقتة وبعدين دمجوه وصارنا بالمدارس التركية منظمة نساء الغد طبعا اللي أسست بعام 2016 من لجأنا لتركيا أنا وزميلاتي أسسنا منظمة نساء الغد واتفقنا أن تكون هاي المنظمة تشتغل على المرأة والطفل لأنه هم الفئة الأكثر ضعفا يعني معروف فعملنا عدة برامج بداية العمل هو كان لدعم نفسي لأنه أي حد يجي من سوريا كان يجي وضعه متعب جدا فحطينا بأولوياتنا أنه نشتغل على الدعم النفسي شوي لبينما يريحوا اللي جايين بعدين بلشنا بالبرامج مثلا برامج دورات لغة سوركية لأنه كان ضرورة جدا أنه يتعلموا الأطفال والنساء هاي اللغة لأنه لاقوا صعوبات كثيرة أحيانا أنه يؤمن ترجمان أو لا بعدين اشتغلنا في أمور كثيرة قضايا منهضة العنف ضد المرأة الأمور عن معتقلين كان في أمور خلال سنوات سابقة كثيرة وخلال فترة كورونا موقفنا أبدا نشاط ازداد نشاطنا لأنه حسينا أنه هذا واجبنا كمنظمة مجتمع مدني أنه نشتغل فمباشرة جهزنا برامج على الزوم شي للأطفال أنه التباعد الاجتماعي إهمية النظافة هالأمور هاي التقيد بالتعليمات وكذلك بالنسبة للأسر عمنا برامج كان في أحد شركائنا هي أطباء حول العالم كمان أشرفت معنا كان في شراكة بالبرنامج قدمناها وكذلك قدموا لهم حتى المعدات اللازمة للوقاية من كورونا ولما شافوا أنه الأهالي انقطعت مثلا عندهم يعني انقطع الوارد وعوائل يعني صار وضع الاقتصادي سيء كذلك قدمت لهم شي يعني يساعدهم لو يستجزء من الوضع هذا بها فترة هالحضر والحمد لله يعني ما بدي أخذ وقت طويل المنظمة أي شي يعني مباشرة تشتغل يعني عندنا صبايا عمل تطوعي بمعنى الكلمة أي حدث مباشرة بصير اجتماع طارق ننقرر إيش نعمل والحمد لله رب العالمين الأمور تمام عظيم عظيم طيب كمان نروح عند فرح السلام عليكم السلام عليكم السلام فرح الكنبي نعم فرح محمد أسفل الساب المتعجيش عم أحكي الاسم كامل فرح وبأي بلد مقيمة فرح محمد نعم من مصر عظيم وأنا مصرية ومن مصر يعني مش آه مصرية حلو رغد رغد هي اللي دعتني يعني و يعني هي اللي عرفتني على جميل وين بمصر جيزة آه بالجيزة نفسها نعم جيزة أوكي هلأ أنا اللي يقصص مع مصر كتير هي البلد فيني بسمي البلد الثاني لأري لأنه كنت أطلع درب كتير كتير بمصر حوالي شي 14 مرة فوصلت لمرحلة تعرفي الدقي أنت شارع الدقي منطط الدقي فكنت أنزل دائما بأوتيل وحتى صرت أنه متعود على الغرفة نفسها فأجي أطلبها للغرفة نفسها وهي غرفة مقواضية بس تعودت عليها صار حسة مثل بيدي كأني عم بق على الباب ودخل على غرفتي ماشاء الله كتير كتير لها المونيكة يلا جميل هلأ يبقى بنسمع منك هلأ بس فرح بدي اسألك أنت بي وين شو مخلصة دراسة شو عاملة أنا في بدرس برضو في الجمع السنة الثالثة وبدرس أدب أسباني وترجمة أدب إسلامي أسباني أسباني عظيم أوكي فرح هلأ يبقى بنرجع لإدك بدنا نستفيد منك تير معلومات حول مصدر كمان تمام أوكي زهرة وعليكم سلام أنا زهرة من قيمة تركيا شاندو أورفا أنا حاليا أصبع بكالوريا طالبت بكالوريا آه بكالوريا أه وين بي تركيا زهرة شاندو أورفا آه بأورفا كمان أه عظيم هلأ فرح بتك تستفيد كتير من معلومات للصبايل بتركيا وضع مختلف تماما تماما بتخيل عن أي مكان ثاني أكيد آه الله أوكي في الأي بي أنا ما عرفت مين آه آه قايد آه أعتقد عيشة بياتي عبد 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 رزو يمكن آه عيشة بياتي آه عيشة بياتي أو أو بياتي أو أي شي أوكي آه ممكن يكون محمد أو محمد طيب في عمر إذا بيحكي عمر عمر وين عمر وعمل عمر بشار السلام عليكم وعليكم السلام أنا الأستاذ محمد المحمد من ألمانيا أنا مقيم في ألمانيا من دير الزور و عمر 22 سنة وطالب هنتس القطارات حلو في شي ساني لازم أعرفه هلأ أفوت في هكي اجتماء لا لا عادي نحن نقع من دردش هلأ أستوع من دردش لنوصل لبس طنقات نقدر نساعد بعضنا فيها يعني هاي النقطة محمد كتير رأيك بيكون منهم بس قلتلي وين بأي بلد مقيم أنا بألمانيا ألمانيا بالضبط أوكي محمد هلأ منرجع نحكي بقى شوي بتفاصيل كل بلد وكيف صارت تعاطفية إن شاء الله ماشي ماشي في مبعا أسأل المقاطعة بس في بنت هلأ بدا تدخل ممكن يلا يلا أوكي أوكي تمام في مها دخلت أسأل المشك مها سمتينة مها سمتينة مها سمتينة كيفك عمار كيفك عمار كيفك عمار عمار أخذني بس كان صوت عندي شوي بمشكلة ما في مشكلة ما في مشكلة خبرنا عنك عمار عمار الكنية بس عمار بشار لا ذيب ذيب أي أوكي عمار وين مقيم و بتركيا شأن لأورفا كمان بأورفا ولوين دارس بشار جامعة طالب جامعة حاليا بأي اختصاص عندس حاسو أوكي عظيم طير عمار ضل عنا مها وغيس السلام عليكم عليكم السلام مها كيف الأخبار كيف الصحة معك العصام الحمد الحمد لله سعدة بكوني هنا عكم مها من جزائر مها بس الكينيالا إليك معلش مها بشيري بشيري عظيم من الجزائر مها بشيري مها ما لديك مها بشيري مها بشيري مها بشيري مها بشيري لاغينجلزية لالتواصل وكاتبة ومتحدثة بمعنة الإنجليزية عظيم عظيم So you speak English very well, yeah? Yeah, I don't speak English I can't say just in any way Right إذا أسهل لك من العربي فينك تحكي بالإنجليش إذا بدك بس الباقية فينهم نسمعون ونحن نترجم لك إذا كان في شيء صعب أو بتحسي باللغة العربية مرتاحة بزم يعني الإثنان فقط هنا لك يعني تلعظم يعني تجد إنهم صحيحة النغلة الإنجليسية يعني تأذيه هنا وانا عظيم أتمنى أنك مقصود No, no, no هو الفكرة أنه أحيانا إذا كان اللهجة الجزائرية بتكون عليكم كان شوي صعبة تحكوا باللهجة اللي بسموها الشامية إن كان فادنا بعض المسلسلات السورية صار تفهموا علينا أضعط الحرم لا سأتحدث اللغة العربية عظيم عظيم جميل جدا جارك أنا بترجم لكم شوي أوكي لا إذا هي ما فهمت شي نحن مش عال نرجع نحكي إنجليش معا أي شيء طيب هلأ أمها أنت إلى وين دارسي لأنه أنا ما سمعت عن مضبوط طيب هلأ أنا بس بدي ألكن أنه نحن مشتريين الزوم فالحلقة رح تكون هلأ هي مستمرة بس ما بس بدي ألكن أنه نحن مشتريين الزوم ما بعرف هلأ بعثيه لإشعار أنه بعد عشرة آية رح يفصل الخط ونرجع مرة تاني ما بعرف شو السبب فرح أرجع إذا بترجعوا بتكبسوا على اللينك وقت اللي بنقطع الخط نرجع وندخل مرة تاني ما بعرف شو السبب يعني فهي أول نقطة طيب هلأ نرجع هلأ بدنا شوي ناخد بس تفاصيل إنه كيف كان تعاطي كل دولة مع ملف الكورونا وبيهمنا إنه للسوريين إنه شو صار تماما كلاجئين يعني هلأ سواء في عنا بمصر عدد كبير من السوريين طلوا عليهم وكلاجئين فممكن الأخت تخبرنا هناك بمصر شو صاير وكمان بالجزائر في عدد منه نوصل ففينا نستفهم منكم إنه عن القوانين بكل بلد وشو صار تماما بموضوع اللجوء لأنه نحن عم نركز بشكل أساسي هدف هذه الورشة إنه نركز على السوريين طلوا لاجئين ببعض الدول إنه كيف صار التعاطي معهم هل صار موضوع سواسية مثل اللي صار مع أهل أهل البلد هنيك أم لا يعني بيعطيكم مثال هلأ هون بأمريكا إجمالا في اللاجئين اللي اجوا عليها لأمريكا اللي كانوا هنا سوريين طلوا بطريقة قانونية هيدول تساووا مباشرة مثلهم مثل الأمريكان بكل تفاصيل الحياة بس الأمر القانوني اللي ما شمل بعض الشخصيات اللي طلع بطريقة غير شرعية يعني هيدول أشخاص كانوا مقيمين بالبلد بس ما قدروا يحصلوا على اللقاحات بسرعة لأنه ما كان عندهم أوراق بعدين صار في نصوص تشريعية أنه صار تسمح للعالم كلياته وأخذوا كلياتهم اللقاحات بشكل كامل والسبب الأساسي فيه أنه حسوا أنه هيدول الناس عاديين معهم بالمدينة نفسها فبالتالي أنه كيف ما ننلقحهم يعني لأنه هن بنقلوا العدوى وصار هذا الشي ففينا هلأ نعرف منكم أنه كل بلد كيف صار التعاطفية وإذا بتعطونا بعض التفاصيل بكل بلد شو صاير منبلش من مين هلأ منبلش ب الأخت رح نبلش بفادي فادي مقيم هو بإدلب للأشخاص اللي جوا متأخرين معنا هو مقيم بريف إدلب ففينا يحكي لنا تماما كيف بلكت مراحل الكورونا تماما وتعطينا عرض كامل لإله مساء الخير أستاذ عصام وشكرا لإلك وشكرا لهالشيء المميز اللي عم تعمله بمركز التنمية البيئية والاجتماعية حقيقة ما بخفيكن أعرفكم حالي أول شيء أنا فادي خليل من داخل السوري من منطقة الشمال السوري حقيقة كوبيد 19 كان إلو كان إلو وقع كبير وخاصة بشهرين اللي ماضوا أكتوبر ونوفمبر وأيضا ما بيخفى علينا كمان تقلب المناخ والانتقال بين الفصلين فصل الشتاء والصيف فكان الانتقال قاسي لدرجة فما عاد تتميز الناس بين التغير الفصلي أو الكوبيد فصار فيه تخوف كثير وأزمات نفسية كبيرة أثّر على المجتمع بالشمال السوري بشكل كلي إضافة لشر الأفتصاد بشكل تام إضافة لانهيار للعملات المداولة بالشمال وغلاء الأسعار وكترة البطالة ما فيه فرص عمل أسعار كلياتة عالية وإذا اشتغل يعني أي رب أسرة موجود يعني يكون عنده عمل هذا شيء ممتاز مع أنه الأجر كتير متدني بالنسبة لحصرا مواسم زراعية بسبب الفيروس والكذا في عنا كتير نقص معد تدخل من المعابر مثل قبل هلأ موجودة فقط معتمدين على المواسم الموجودة مخلية بسبب الإجراءات اللي تخزت على المعابر وشو اسمه ماضى الاستيراد وتصدير متوقفل بيننا وبين المنطقة الحدودية بيننا وبين تركيا طيب أنا بس قطعك فاتي بس بالشغلة بسيطة مشان لأنه في معنى بعض الأخوة اللي هنمانون من سوريا رح قدم بس مضخص بسيط لا يعرفوا وين المنطقة اللي لك هلأ سوريا كنت تقوى على الخريطة هي موحدة بالرسمة لكن هي سوريا مقسمة لثلاثة أقسام هلأ تماما وكل القسم تابع له سلطة كاملة له في المنطقة اللي هي تعرفوها أنتو كدماشق والمدن الرئيسية هي الكبيرة هي تحت سلطة النظام السوري الحاكم في بشار الأسان وعنكم في منطقة موجودة بإدلب والمناطق الريفية الأريبة للتركية هذه المناطق هي كليا تحت سلطة المعارضة وقسم منها أنه في نفاذ كبير كثير للحكومة التركية كون حكومة التركية مجاورة للحدود لإله فوقت اللي عم يحكي الأخ فادي عن المعابر هو الأصد في أنه المعبر الحدودي هي المنطقة اللي بيجي منها إمدادات الغزاء وبيجي منها كل التفاصيل جاي من الأمم المتحدة لهذه المناطق فيعني العلاقة علاقة المتنفس الاقتصادي لهذه المنطقة هو مع تركيا ما مع منطقة أخرى وفي منطقة تانية هي منطقة موجودة بشمال شرق سوريا وهديك إلى إدارة ذاتية خاصة له مال علاقة بالحكومة الموضوع معقد جدا فما رح ندخل بالسياسة بس هو وقت اللي عم يشرح لكم المعابر مش هنكونوا على بيينة شو المقصود فيها يعني مثل معبر حدودي مثل بوردر نعم معبر حدودي مع تركيا معبرنا هو بالنسبة لقوافل المساعدات الإنسانية بالفترة الأخيرة بالسن الماضي هذا العام اللي رح ينتهي كان نزلت النسبة بشكل كبير عن الأعوام السابقة فاليوم يا جماعة يعني ما بعرف أغلب المنظمات اليوم ما شاء الله كثير المنظمات اليوم بس ولكن معد يصل شيء للمستفيدين يعني إذا بدي طبقوا المعايير كل منظمة عنده معايير إذا بدي طبقوا المعايير بنا ننفش الموجودين بالأبور لحتى يطلع لهم مثلا نسلة الإغاثة أو دعم أو كذا هاي ناحية بالنسبة للدعم واللي يكن نسميه الدعم الغزائي أو القصائم النقدية هاي إذا كان بالنسبة للدعم الطبي مؤخرا الدعم الطبي كثير كان ضعيف هذا العام ما بعرف بسبب الضغوطات والأزمات اللي صارت بالدول يمكن هاي إحدى الأسباب في عنا مشافل العزل كثير قليلة جدا بالنسبة للداخل السوري كثير قليلة جدا بالنسبة للكوادر الطبية أنهكت بالكامل خلال الشهرين الماضيين يعني فيه تعب أسرة فاضية ما فيه لأي مريض يستقبل أي مريض يعني منستنى مريض لحتى إما بيتخرج بيتجه نحو الحياة من جديد أو نحو الموت حتى ينزل مريض ثاني بسرير جديد في عناية مركزة أكسجين وغيره بالنسبة إلى وضع الوضع أنا بشدد عليه وضع مرضى كوبيد حصرا مثل ما خبرتكن بالشهرين الماضيات أكتوبر ونوبمبر حصرا هجمة شرسة لكوبيد حصلت فكان العامل النفسي أكتر إصابة من العامل الجسدي يعني كانت الأعراض تظهر أنا بعرف في عندي صديق أخذ وعا مشفى حاولت تواصل معه ودور على رقم ومحسنت ما كان فيه تواصل فأتوفى مات الله يرحمه فصديق ثاني كمان مرض نفس المرض أخذ على مشفى العزل فبشت الوسائل حاولت تواصل ما كان شاب هو عمره تقريبا من الأربعين ما كان معه أي أمراض فجأة انصاب كوبيد فصار خاف أنه تواصل شخص قبله هو انصاب كوبيد معناته مصير والموت فكان العامل النفسي ارتفع السكر عنده من حالته طبيعية إلى 300 بسبب عامل الخوف فترة أربعة يام خرجوا هاي إحدى الحالات أحكي لكم عنه أنه العامل النفس اليوم أثر وأكثر من المرض هو ذاته بالنسبة للتعليم الجانب التعليمي بظل توبيد أغلاق المدارس والجامعات بشكل تام بسبب الهجمة اللي صالت ما بخفي تم اعتماد وسائل التعليم بثير بداية كغرف وصال كنت عائشة عم تحكي اي اوكي تكفي أنا لو أعطعتك أنه قلتي أنه كان يتقسم التدريس للطلاب بثلاثة أصام أنه الأصم الإبتدائي بعدين الأصم الإعدادي والأصم الثانوي نشيك اي بالضبط كانوا بحطي لهم كل فترة يعني كل مرحلة لها فترة معينة طيب على سبيل السؤال يعني مثلا إذا عائلة كبيرة بتعرف في بعض العيل بيكون في عندها مثلا عشر ودات أو هيك شي تحريمة وأجيال مختلفة يعني قسم منهم بالجامع قسم بالابتدائي أو مثلا ممكن طفلين بالابتدائي فكيف بدون يستخدموا جهاز واحد والله هي التفاصيل أنا ما عندي بس إن إحنا كطلاب كانوا بيعطوا كل عائلة مثلا تابلت طبعا ممكن العوائل مستفيدة من هاي الشغلة بعض العوائل من بس إن هي بخصوص العوائل الكبيرة ما بعرف يعني طيب ما عندهم الموضوع من في زيادة طيب هلأ الفكرة أنه مثلا يعني بعرف إنه يمكن ما عندك معلومات تفصيلية بس بفرض إنه مثلا ليش في بعض العوائل كانت تاخد وبعض العوائل الأخرى ما تاخد مثلا تابلت هن كانوا بيعتمدوا على أكثر احتياجا مثلا عائلة مثلا أكثر شي هي محتاجة للتابلت الطلاب مثلا الثانوي اللي داخلين على الجامعة أو مثلا عندهم هاي الشهادة مرحلة الشهادة اللي هي التاسع كان هن إلى الأولوية إنه بيعطوهم هي التابليات هيك يعني كان حسب الاحتياج والأولوية كانت طيب هلا مثلا ليكي هون بأميركا صاروا يعطوا لكل ولد من الأولاد أنا مثلا عندي ثلاثة ولاد لكل ولد صاروا يعطو جهاز إذا بدون وإذا ما بدون إنه بيقدم إنه ما بدي بهذا الشكل بس إنه كانوا يعطوا لكل ولد وبصراحة فترة الصبح إنه أنا عندي شغلي إنه أشتغل أون لين وبنفس الوقت أولادي كان كل واحد فاتح الكمبيوتر فيعني تحس البيت عندي وبيتي صغير حس ورشة كاملة يعني معركة كاملة بالبيت بس إنه كل واحد بنفس الوقت وحتى بيلعبوهم رياضة بيلعبوهم كذا أنتو كانوا يلعبوكم مثلا شي رياضة يلعبوكم شي لا إحنا كرياضة وهي لا ما كانت كانت أكثر شي المواد المهمة رياضيات علوم هاي المواد اللي كانت مثقلة عدنا منسميها يعني ضعف جهد مو كان في موسيق أو هاي الشغلات لاغين ها تقريبا أوكي كتير كويس عايشة عايشة فينك ضيفي شي تاني أنت مثلا صار عنكم مثلا بتركيا لا هاي يعني تقريبا أغلب التفاصيل لحد الامتحان بس الامتحان كنا احنا منقدمه مو أونلاين كنا احنا منروح على المدارس ونقدمه يعني كتير كويس في رغد رغد هلا بدي أسألك هلا أنتو حالة الدراسة كان مثلا بأسرة وحدة بألمانيا أو النمسا بتخير هي نفس السيستم اتنيناتهم بألمانيا والنمسا تقريبا بنفس الوقت فينهم كانوا يفتحوا كلياتهم الأجهزة لأولاد يعني لكل ورد كان له جهاز ولا ما كان يعطوا هلا بالبداية كانوا يعطوا بصراحة ويعني بس الطفل يقدم أنه مثلا أنا محتاج وأنا ما عندي يعني كانوا يعطوا دغري طبعا رجعوا وبعد فترة بس كانوا يعطوا للكل هلا هيك عم يعملوها بما أنه رجعوا وعملوا حظر هلا يعطوا بس حسب الدخل المادي للأهل يعني هلا عم بيشددوا شوي أنه حسب الدخل المادي إذا الأهل مثلا دخل منيح مثلا بيقولول أوكي متفعلكم مثلا 25% من سعر اللاتوب أو يعني هيك شي يعني ما عاد يعطوا كله بري يعطوا حسب الدخل الأهل أوكي طيب ومسلا أنت كحالة في احتمال أبعرف إصابات مزدادة بأوروبا في هلا إشاعات أنه ممكن يصير إغلاق مرة تاني في عندهم شي خطة بديلة أو شي نحن عنا إغلاق حاليا يعني هلا نحن كل الجامعات أونلاين المدارس مقسومة نصين يعني الأهل هنال اللي بيقرر إذا بيبعثوا أولادون أو لا الابتدائي بيروحوا فرض الإعداد والسانوي الأهل بيقرروا والجامعات كله أونلاين طيب كتير كويس فكل شي مسكرين وبما أنه نحن النمسا نعتبر أسمى ولايات يعني كل ولاية هي بتقرر مدة الحظر فمسلا ولايتنا نحن النمسا العليا لـ 17 شهر عندنا حظر فيامنا مثلا عندهم لـ 12 شهر فمختلف يعني طيب نشوف عمر إذا ضبط معه الميكرافون شو رأيك عمر ضبط الميكرافون عندك ولا إسه بتجربتك بوس على الميكرافون عمر طيب هلأ أنا بدي أسألة لأخذت نضال أخذت نضال هلأ أنت خبرتين أنه صار موضوع أنه في مخالفات على الأشخاص أي شخص بيكون موجود بالشارة بيفرضوا عليه مخالفة 400 ليرة تركي بس هلأ أنا السؤال لأ إليك إلا أنت عمش بحق إنسان وغيره هلأ في بعض الدول كان عندهم إجراءات قاسية بهذا الجانب مثلا الصين سكرت على البلد كلياتا يعني مثلا منطقة مصابة تسكرها وتسكر الإعلام وتسكر كل شي ما حدا يقرب على المنطقة كلياتا الإمارات نفس الإسلوب الموجود كان بتركيا الموضوع أنه في عقوبة على أي شخص حتى يتوصل أحيان لتوقيف هون مثلا بأمريكا بيعدو هاي انت زعل الحرية الشخصية أنه أنت تفرضي على حدا غرامة أو غيرها فأنت شو وجهت نظرك أنه في لأن أنت تشتغلي مجال الحق شو ملاحظاتك على الجانب والله هي سلاح ذو حدين خصوصا بالنسبة أن نحن سوريين مصيبة إذا أنت خربطت أو مانك منتبه أو صار معك أي خلل قطعت عندي الكمامة ما بيفهم خلص قطعت عندي الكمامة كذا لا خلص أنت مخالفة مخالفة فمشكلة أنه أنت بدك تدفع غرامة وأنت اليوم لاجئ وعندك لكن بنفس الوقت يعني أنا دفعت الغرامة صح بس حسيت أنه خلص بدي التزم يعني يعني في شي أهم في شي حقيقة هو أهم هو الالتزام لما حدا يحس أنه يدفع وفي غرامات مرة مرتين أول مرة ثاني مرة يحص صعبة فصار في التزام حقيقي فهم في حضر لكن ثلاث ساعات أنت بتشتري أشيائك بتروحي على المول كذا يلزمك لتاني فخلال هات ثلاث ساعات لازم أنت تلتزم كما كان في حضر كامل لكن معطين ساعات معينة لحتى لوحد يجيب احتياجه اللي عنده شي ضروري اللي عنده دواء كذا فيعني أنا بالنسبة إلي حقيقة هو السيطرة على الفيروس وعالمرض وأخذ الاحتياطات أفضل يعني ما عليش خلي يفرض غرامة بتندفع الغرامة بتدبر رأسه الواحد لكن ما بيعيدها ثاني مرة هذا التشديد نفع جدا أنا لاحظت أنه نفع يعني صارت العالم بتخاف كل لابسك كما عما قبل قبل ما صير الضرائب كان في فوضى كان في فوضى كبيرة وهنا بشال لأورفا يعني مو من بس اللاجئين هما كان شال لأورفا بيعندون شوي يعني ما بيفي التزام عرفت ما بيالتزام بالقوانين عندون شوي فأجوهم بهذه الطريقة العالم كل أخرى التحديات يعطى مرة مرتين خالفوهم خلص بيعرفوا أنه مثلا بس مرة مرتين تخالف ما ضغطت كتير خلص العالم كله صارت بس كما ما بتخاف بعدها يعني تركوا الأمور عرفت لكن كانت في سياسة معينة أنه التزم في ضرائب كذا خلص مدة شهرين من فرد ضرائب العالم كل التزمت بعدها يعني ما عاد يعني مثل ما يقول خففوا خففوا هاي الإجراءات يمكن هو ما بعرف يعني حقوقيا بجوز يكون في شي يعني ما لأظابط لكن كأنا كحدا بشوف أنه أظابط طب هلا إذا ممكن تأثني مثلا من اعتراض أنت بالمحكمة أنه على الغرام يخففوا لك يا أو شي والله أنا راحت يعني ما أقل لك يعني السماء من قلبة السنة من قلبة سنة فتحت هي لها فترة معينة كأنه نحن ما بنعرف القوانين فترة معينة بس ما ندفعت تساقطت ما بعرف أي شي يعني ما بعرف القوانين فتحت قلت لا تكون زادت الغرام لقيت يعني لغيرة كأنها صارت مثل شوي هيك بشديد أو كده بدك تدفع العقوبة بدك كده يعني ما قل لك كان فيه سياسة معينة أنا كوني متابعة الموضوع اللي دفع دفع واللي ما دفع مثلا ما قدر وبعدها نزلت هي كأنه بس تطلب السنة بتروح الغرام هيك قالوا لي أوكي على الحالة مني عم تزبط الأمور معكم يعني والله هيك وهيك في معاناة لكن بنفس الوقت يعني قوانين بدنا نلتزم فيها في شي يعني ضروري يعني أوكي في عنا هلأ حدا ما حكى هو غيت رزو مكتوب غيت رزو أو هي هي عيشة لا أنا مش عيشة ال-A-B روان روان محمد رزو هي بالداخل كأنه كتبتلي ستنضار أنا شوية عم قطع عندي الصوت هي بالداخل السوري بتجربي روان لكني آه هي فتت بس الجوال عندها في مشكلة بالخط هلأ بتعرفوا كلياتهم موجودين بالداخل شوي في كركبة شوي بالخطوط أستاذ كتبت كتابة أوكي تمام خلص هي عم تكتب لنا أوكي كاتبة لا أهلكم هلا شو الكاتبة الأزمة عندنا بسوريا يعني اللي ساكنين ببيت ساكن كل عائلة سلاس عيال بنفس البيت وإذا شخص مصاب ما في أي مكان لحتى ينحجر فيه يعني لأنه هي المساحة ضيقة فالتالي صعب كتير والناس والناس اللي عند وعي زايد يعني لدرجة آه أوكي يعني مرض في بعض الأشخاص عم يوزعوا كمامات بالشوارع وبالمنازل وعملوا مجموعات لتعليم الأطفال عبر الواتساب بغرف هلا هون هي المشكل أنه غرف الواتساب غير غرف الزوم وبمناطق محرر مبارح كنا عاملين باجتمانة حكوا هذه نقطة الكتير مهمة أنه لأنه التليفونات ما بتقدر تستحمل القوة لتاخد برامج كبيرة مثل الزوم أو غيرها وما بتقدر تخزن فكانوا عم يجأوا لبرامج الصوتيات اللي هي الواتساب وكانوا يعلمون للأطفال فيه لهذا الجانب يعني أنا بس عم أضيف شغلات على الأخ تروان المشكلة الأساسية أنه أنت بتشرح لشخص شفاهيا ما ما كتير بقدر هو يتبنت التفاصيل التعليمية الحقيقية يعني هاي مشكلة عم تكون أساسية عندهم وما مقدروا يحققوا نتائج ممتازة يعني بشكل كبير مشان هيك بعض الأشخاص مبارح كان عم يقلونا أنه فعليا أنه ما كان فيه تعليم أبدا السنة الماضية وحتى أنه بعض الأهالي أنه مثلا ما معهم ما دارسين إلا صف السادس أو السابع فبالتالي ما عندهم إمكانية يدروا يساعدوا أولادهم بالتعليم يعني رح تكون قدامهم الكتب الموجودة صعبة وصعبة القراءة بعض الأسات كانوا يصوروا صور من الكتاب ويروحوا يبعثوها بغرف الواتساب للطلاب ليقروا بس المشكل أنه هاي الطلاب لأنه عندهم فقر كبير ما قادر كانوا يطبعوهم لهيدي الصور ففي التالي كان عملية التعليم صعبة جدا جدا هلأ أنا بدنا أن نرجع عند الأخت مها موجودة إسا معنا أراحت ما أوكي أنا رح قدم لكم هلأ ملخص أنا شفت هلأ البنود اليوم يعني عما تركزوا أول شي على العامل النفسي بشكل كبير إذا نحن هلأ بالتوصيات رح نقدم ها للأمم المتحدة ولغير مكان فرح نخط هالتوصيات أنتوا قلوني إذا بدكم توصيات تانية عشان نضيفها مثلا العامل النفسي أنه ضروري يكون فيه برامج دعم نفسي للأشخاص المصابين وبالإضافة يكون فيه البند التاني هو برامج مختصة لموضوع نشر الوعي للاجئين بالإضافة للأشخاص البلدان وعدم الاكتفاء بالنشر اللي حالي لأنه أحيانا عملية التوعية ما عم تكون هي كافية والناس عندها حالة مالل فلازم يرجع إعادة التوعية بهذا الجانب كمان مطلوب أن وجود تكنولوجيا متطورة تسهم بالتعليم عن بعد لأنه كما يبدو الأزمة ممكن من المرحل من المنطق تستمر المرحلة الثانية وخاصة نفكر بالمناطق اللي هي ما فيها خدمات صحية وطبية كبيرة مثل مناطق الداخل السوري ومناطق المخيمات اللي فيها فقر متقعي بشكل كامل اللي عن بارح عطوني مثال أنه بعض الأسر قالتلي أنه نحن ما أولويتنا أنه الكورونا رغم أنه هي عم تقتلنا بس أولويتنا كبيرة هي موضوع أنه ما في عنا تدفئة ما في عنا إمكانية نشتري مزوت فعم يشتروها مثلا الحطب لأنه هو أرخص وعم يكون كلفته حوالي 170 دولار للطون الواحد فأنه هذا الشيء كان موضوع صعب كتير عليهم ما بعلا روان أنا عم حاول لخص شغلات علاقة بالداخل السوري أنت صلحي لي إذا في شيء إضافي عم تكتب صحيح الوضع كتير صعب والله المستعان كمان مطلوب أنه بالمناطق المخيمات أنه يكون في يعني الكامبات أو غيرها يكون في ترجمة للوسائق بتنبه لموضوع الكورونا وكيف عملية التعاطي لأله تتوزع هيد بين الناس كمان في بالمناطق اللي عم يجي مهاجرين غير شرعيين اللي هني جايين منطقة ترحال اللي حكت عنهم الأختمة من جزار أنه هيدول الأشخاص هني عم يخافوا يقدموا أوراقهم السبوتية للدولة اللي ياخدوا اللقاحات فأنه لازم تتبنى الحكومات إجراءات تسهيلية لهذا الموضوع بحيث أنه تقدم لهم المهاجرين معايير كتمان السرية لأسماء وهذا ما يدخل بقسم العلاقة بالتهجير الفقرة الرابعة أنه ضرورة وجود تطبيق يثبت اللقاح هذا الشي بسهل على العالم بسهل كمان على الحكومات تتعاطم مع الأشخاص هلا مثلا عندنا بأميركا ممنوع حدا يدخل على أي مطعم بدون ما يفرجيهم الآب الآب هو بالجوال أنه يفرجيهم أنه أنت ملقح فبتالي مسموح أنت تدخل علي حتى بالبارات حتى بالمحلات أنه هذا الشي أساسي المشكل بمناطق الداخل السوري أنه ما عندهم هذا تطبيق العلما أنه أحيانا بعض الأشخاص يشتدوا بعض المنظمات فرح نرسل هذه الرسالة لبعض المنظمات بركي يصمموا أو نحن نحاول نصمم ونخترح على الحكومات هناك حكومات أمر الواقع المشكل معنا تواصل معها فنشوف الشركاء اللي لقلنا بتركيا بيقدروا هن يفرضوا عليهم هذا الشي أنه يكون موجود هذا التطبيق هذا بسهل كثير أمور وهلأ بدي منكن أنتو تقولوا لي شو ممكن شي نضيف على هذه الفقرات هاي من ضمن التوصيات في حدا منكم ممكن يضيف أي توصية كمان كانت بتنا هلأ روان استاذ هلأ عندنا اللقاح كثير بيخافوا منه وما حدا عم يطلق يعني هي هاي موضوع حلو روان أنت بعرف عم تسمعين بس ما عم تقدري تحكي عم تقول لدرجة صاروا يقولوا الناس بس يطلقهم بعد ست أشهر أو سنة رح تموت هلأ روان هذا الشي نفس الشي صار عنا بأميركا أنا هلأ عم توصلني رسائل من بعض الشخصيات ومنهم الشخصيات يعني متعلمة على سوية عالية عند البروفيسورية موجودين وهو شخص موجود من كندا يعني هلأ بيبعد كل فترة أنه في مؤامرة حول هذه اللقاحات بدهم ياخدوا لدماغ اللقل إلنا ياخدوا كذا يعني هاي الإشاعة موجودة بكل مكان وحتى نوهت لإلها لإخت مها هلأ من الجزائر أنه كمان في شائعات كتير عما تصير وعملية في جهل حقيقي لموضوع التعاطي عما تقول أنه في عمر كاتب هلأ هون الأستاذ هون سيطروا على الأمور بفترة محددة والشيء اللي خلى نجاح هذا أنه يصير هو عملية الحزر بشكل كبير ولفترة طويلة يعني أحيانا الحزر مدة طويلة يكون أمر إيجابي هلأ هالشي مضبوط عمر نحن صار معنا نفس الشي في نيويورك هون وقاتل عمده الحزر أخذ عدد من أشهر موضوع الحزر لمرحلة إنه ممكن هي مدينة كتير مقتصة عنا يعني بتشبه كتير إسطنبول بالكسافة حركة السير يعني داكت تتنقل تكون صعبة كتير كتير عنا هنا إسه أكسب كتير لأنه هي جزيرة موجودة كان صعب نحن نتنقل فيها بفترة الحزر كان ممكن تروع على أي مكان بسرعة البرأ يعني ما في أي سيارات يعني حساسا تطلع أنه ليش حاطين إشارات مرور ما في هذا الشيء أبدا وهذا الشيء فاد كتير بس عم ينبع عمر على نقطة كتير مهمة أنه هذه القرارات لإلعلاقة بالأغلاق الحكومي سببت مشكلة كبيرة عند العمال اللي عم يشتغلوا براتب يومي هيدول ما عندهم أي دخل تاني فبالتالي عملية إيجاد بديل له موضوع صعب طيب هلأ أنا كونه عمر ما عم يسمعنا صوتيا أنا هلأ بدي أسأل ما بعرف مين عنا أخونا أسامة أخ أسامة سامعني أخ أسامة هلأ بدي أسألك هلأ مثلا الأشخاص اللي ضررت ما عندها فرصة عمل خلال فترة الإغلاق الحكومي بالتركية كيف صار كيف كان تقدر تعيش يعني هو فيك تميز نتنا صنفين من الناس موجودين بتركيا العمالة العجنبية اللي تشتغل بتركيا اللي هما عمليا دعون مقامات مؤقتة أو باجين مثل حكاية نا وحماية مؤقتة وبالعمالة التركية صحابين المحلات أو الشركات والمؤسسات بالهام لكثير من المؤسسات التركية قدمت الحكومة قدمت الحكومة التركية بالمؤسسات بسبب أغلاقات كورونا قدمت مساعدات ما هي كبيرة جدا ولكن يعني بتغلق جزء من الضرر اللي يلحق بهذه المؤسسات بالنسبة لل اللاجئين وغيرهم تعرف أنت كان في أو ما يسمى بتركيا هنا كرت الهلال الأحمر يعني كان يقدم بعض المساعدات وهذا الكرت تجي عليه مساعدات من أوروبا الاتحاد العوربي ويقدم عن طريق جمعيات خيرية دولية تتبعت لهم عن طريق الآي هاي هاي ما ديش أوروبا هاي هاي يتبع جمعيات بتوزيع المساعدات بتركيا هذا الوبار بتركيا بالعام بس ما في نفس الإجراءات اللي ممكن تكون مثلا بأوروبا طيب سؤالي أخي أسامة هلأ مثلا في مثلا ما أنت بتعرف وأنا بعرف هلأ بتركيا في كتير لاجئين سوريين مقيمين هنيك بالبلد وما عندهم أوراق فأنه نقلم أهم أكثر مش أمان في تركيا أنا كوني علامي أنا على اتباع الموضوع هلأ عندي دعوة مناسبة على إسطنبول لحضور معظيف داخلية نسبة الغير مسجرين السوريين غير مسجرين في دواح الدولة التركية هم أقلم هم أكثر في حين وجد أكثر من 3.6 بالعشرة مليون سوري موجودين بتركيا مسجرين هذول هذول تلحق قسم منهم مساعدات للأحمر وقسم عنده منشآت عنده أشغال وعنده عمال لاحظت في عنده محلات وعنده تجارة وعنده في ناس يشتغلوا بمصانع ما يعني مشكل تعمل من الناس طيب هلأ مثلا غير مسجلين نفس القضية اللي كانت عم تحكي عن نمها بالجزائر أنه مثلا هيدول بيقدروا يأخذوا اللقاحات ولا ما بيقدروا يأخذوا اللقاحات ما يقدر يأخذ بسبب بسيط لأنه لأنه يكون عنده هوية تركية أو ما يعوض عن هوية تركية مثل كم الكافة تول السوريين إذا كان نعم طيب وإذا عنده مثلا فاسفور أو عطون ممكن أنه تدخل مثلا دائرة الهجرة بالمستقبل وترحل لا 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 ما تدخل هنا بيفصل بمسألة اللقاح اللقاح يتم عن طريق كود محدد أنت تخاطب بجهات جهات الصحة تحديدا يعني أنا حجزت دور مثلا أنا حجزت عن طريق بطاقة أي دولة جمون أي واحد يقدر يعمل بطاقة إلى دولة على جواز سفره أو على كبلك تبعه هذا أنت تفوت على قسم الصحة تقولهم أنه أنا بدي أعمل اللقاح وما يحد دولك وين والتواليخ ولكريات وكياب النشرة فأنت تختار السبب تعطي معلومات عنك يقول لك تعال بتاريخ 25 أو 27 أو 2 أو 4 من الشهر كذا ما تعال تفضل أنا رح وليحت على الموعد وفتت برزت طبعا بطاقة يوم بطاقة الكيم الاكتباعي وهم ما يشمي عندهم فراش نلقحوني هاي الطريقة نعم طيب على الحالة إذا فينا نضيف فقرة أنه ضرورة تفصل المعلومات الصحية عن معلومات مؤسسات الهجرة يعني هو ضروري تنضف ضروري تنضف بس مو تركيا أي لا معام نحكي بتركيا نحكي بشكل عام أنتو مشايخ العام يا ألمانيا يعني جزء من حقوق الإنسان استعرض الإسلام حق التلقيق هو جزء من الحقوق اللازم تحق إنسان في العالم تمام طيب هلأ في مثلا هلأ بتركيا أي شخص فينو هلأ يروح ياخد اللقاح متوفر بشكل كامل وإنوه متوفر متوفر يا أخي متوفر نعم موجود وبموغس هيك يعني حتى بالساحات ساحات المدن نقصد توجد سيارة صحة مهمتها تأخذ اللقاح يعني يعني من دون ما هي تناديك أنت تفوت عليهم السلام عليكم ما هذا كملك أنا بدي أعمل يغربوا اسمك عالفيش عندون يعني أنه أنت يخذ ولا من أنت يخذ أو يسألوك ما يطلوك هيك عشوائي تعرف أنت لنها اللقاح فبدأ يكون عندك عظيم طيب في حدا منكم هلأ المجموعة حابة بيضيف أي شيء من الفقرات هون في أنا النقطة النقطة اللي حكاها عمر مهمة جدا هي أنه لما يصير في حضر كل فترة طويلة قمت ضرر فعلا لعائلات سورية وأنا أجاني أكثر من يعني أكثر من حدا حكالي نفس القصة أنه مثلا أنا ياسد نضع العمي لو ترفعوا هالشي هذا لو ترفعوا توصيات دائما يحكوني بالأمر أنه مثلا أنا عندي اليوم شابين عم يشتغلوا وانقطعت يومياتهم وأنا بدي يسدد أي جار البيت بدي كذا عندي التزامات نحن عندي التزامات قوية فلما يكون في حضر ضروري أنه يكون في شي بديل للعوائل اللاجئ يعني هنا هذا شي جدا مهم وكان في معاناة كبيرة يعني يعني شي قد ما حكيت لك والله معاناة مطبيعية يعني يجل عندي سيدات كل وحدة تحكيهمها يعني أنا ما عندي إمكانية لكن ما عندي إمكانية مثلا ممكن تواصل ما عندي شي يعني أقدر أقدمه لكن ممكن أوصلها بأي منظمة تقدر تساعدها هذا الشي جدا مهم بالنسبة للعوائل السورية والنقطة اللي حكيتها أنه الفصل بين أمور الصحة يعني أي حدا ممكن أنه ياخذ اللقاح مهم جدا حتى لو ما عنده كيملك أو ما عنده إثبات طيب هلأ رح إليك مثلا بالتجربة بأميركا موضوع المخصصات المالية هلأ أول ما بلشت الأزمة ما يقدر يعطل العالم مخصصات مالية بس وقت اللي صار مثلا الإصابة هلأ الأجارات بمدينة نيويورك مثلا هي من أغلى الأجارات بتخيل بالعالم غادي كثير غرفتين حوالي 2500 دولار ممكن تكون وهي ما بالمركز المدينة مركز المدينة تحكي ب6000 دولار تقريبا فالأجار الغرفة أنه ما باعي يقدروا يسددوا الأشخاص فعطت الدولة أنه قرار أنه ممنوع المالكين العقارات أنه ياخدوا الأجارات من الأشخاص الما قادرين يدفعوا وبعد فترة الدولة صارت تقفعوا لمالكين العقارات يعني عملت هذا الجانب بس طبعا طبعة أموال طبعة أموال كثير كثير وانشان هيك شايفين انهيار اقتصادي بالعالم كلياتو وراها يدي باجات لأنه هون بس ضخوا دولار تنخرب على باقي الدول كلياتو بالعالم يعني هاي نفس القصة فالفكرة تعملوا هذا الشي هلأ برأيك انت بتركيا ممكن هذا الشي صير ولا صعب كتير يعني كمان من نهاية دولة عندها حجم اقتصادي معين كيف بدأ تغطي مثلا حدا مصاري وهي ما أدر تغطي حقيقة كان شغل من برأ يعني منظمات الدعمة ما كان من تركيا أبدا ما تقدر تغطي هالأمور هاي ولا أي شي يعني تقدر تقدم إلا الشي بسيط لكن كله عم يجي دعم أوروبي يعني من برأ عم يجي دعم من منظمات دولية ثانية كان في مثلا عطوهم حتى حتى صاحب المحل الضرر مثلا حدا عنده مطعم حدا عنده محل وإيجار عالي كانوا يقدر فعلا نغطوله فترة معينة حتى الإجور لأنه وقف هو رزقه هو أحد مستند على الشغل يعني على الشغل اليومي وكذلك العمال يعني العمال كان فيه مثلا بعض المنظمات لكن ما غطت بشكل كامل كل العوائل المحتاجة بيعطوهم لو حصة غذائية مثلا الشيء الأساسي عرفت الشيء الأساسي اللي غط احتياجا لها الفترة هي فترة الحضر لكن لازم يكون أكثر على الحال خلي التوصية ضرورة توفير مخصص مالي مؤسس دولية الدول الفقيرة التي تحتضن لاجئين معقول هذا الشيء وتصير هي الحكومات ممكن تتصرف بهذا الإطار بضبط طيب يا جماعة حدا بحب يضيف شيء إسا من التوصيات يعني حلنا نرحل من تأبنا أوكي أوكي يا جماعة ساعدنا بحضور الجميع يعني ساعدنا بحضور ما شاء صراحة ساعدنا من بنات جيننا يعني جين الجديد خبرتهم ومعلوماتهم وهم موزعين يعني على مساحات في مصر في الجزائر في تركيا في النمسا في العشري أنا سعيد إنه حضرت عجرتها وأنا أنتظر تقرير أو أنا ممكن أكتب طاعدة السيدة نوال إذا حطت روش أقلام أنا مستعد بس تحط روش رقم تبعت لي أنا أعمل تقرير ومشر بسم مركز التنمية البيئة والشماعية بسم نشاء الغد وإذا تسمحونا نحط سماحنا منا ورسال مساكل أنتو الأساس هذا نحن فعليا نحن معنا مشكل مين ما بده أنه ينشر يعمل أي شي نحن هذا على أشخاص الموجودين معنا بس الأشخاص الموجودين معنا إذا أنتو حدا منكم بيحب ما يطلع اسمه أو يطلع اسمه يخبرنا هذا الشي لأن حوق هذا ونحن بهذه الجلسة الهم الأساسي مننا أكثر من الموضوع أنه نشر الوعي أو كذا هو الهم الأساسي أن نوصل لتوصيات نقدمها لمؤسسات دولية لدينا شريك لأنه موجود بتايوان هو مهتم بالنساء المعنفات وغيرها وعم مهتم بموضوع أنه الملف كورونا هلا بالوقت الراهن فرح نشرح لنا هذه الأشياء ونقدم سواء تقرير نحن وهن وهلا رح نضيف معنا مؤسسة النساء الغد ونير العرب وكمان في عنا اتحاد دمقراطيين موجود فرح فيه وأكثر من شخص أنه نشان كلياتنا نقدم بمجموعة كبيرة توصية للأمم المتحدة وقت بياخدوا فيها بعين الاعتبار أكثر مع أنه تقدمها مؤسسة صغيرة مثل مؤسسة ناش فهلا أنا بكبر فيكن كليات وإنتوا أسمائكم كأفراد إذا منضل على حالة تواصل يعني هاي موجود هلا لخة نضال نبقى دائما على تواصل معكم ومننسة وأي شي بتحتاجون خبرونا بإمكانياتنا المتواضع إذا بيقدر نقدر نعمل شي منحاول هلأ هون بس عمر موصل توصيل توجيه الدعم لأصحاب المحلات التجارية والمعامل وليس العاملين بأجور يومية تماما هو بس عمر يتقدم التوصية أنه تجي المؤسسات المالية تعطي للحكومات هي المؤسسات الحكومات وقت بتحاول تصرف بهذا الموضوع ورح نحاول نوزع بين الطرفين نكتبهم بهذه التوصية وإن شاء الله قريبا يعني بس نحن نختم لقاءاتنا مع كل المؤسسات الشريكة لألنا ونسا في عنا اجتماعين رح يصير ونختم بعدين كل هاي الملف نبعث لكم واحد واحد وتشوفوا أنتوا قبل ما ننشروا بتعطونا رأيكم وعلى أساسها إذا موافقين كلياتوا أم لا بتحبوا تضيفوا أسماءكم فيه بيكونوا كوي أسماء بتحبوا تضيفوا أسماءكم موضوع تاني بس أنا برأي القوة بالجماعة ويمكن هي خطأ المعارضة السورية وحتى النظام السوري يعني إذا ما نطلع أنه ما سمع للناس عندهم ما سمع للشعب وبشكل جيد فبالتالي عمل شي خاطئ ياريت نحن نتعلم هلا من بعضنا ونسمع لبعضنا كدياتنا ونتناقش لأنه أنتو جيل الشباب أنتو رح تصنعوا هذا الشي يعني لا أنا ولا أخي أسامة ولا أخي طني ضال على المعارضة هن أصغر مني بالعمل المميح وشباب وهمة أكتر مني رح يحكي بهذا الشكل بس أنتو الأصغر مننا كلياتنا أنتو رح تعملوا تغيير الكبير وعيننا عليكم نحن قلبنا وكل شي مقدم لألكم شو نقدر نعملوا لألكم كلياته على خير ومشكورين جدا 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 جميعا بشكر أنو شكرا لفعة شكرا لفعة وإنت حكيت عن نقطة مهمة يمكن إحنا شوي غفلت عنا هي كثرة حالات التعنيف جدا يمكن في هاي مقدرنا على الكثير ما حكينا صار في حالات تعنيف شي مطبيعي بالأسرة يعني وكمان اشتغلنا عليها اشتغلنا جدا على الطوية بهذا الأمر إنه شغلي دخلي معاك على المطبخ يا أختي يعطيه مهمة لا دخلي قاعد ما صار فيه شغل وتوعية فرد على هذا الأمر لأنه شفنا حالات إنه اليوم الزوج والزوجة متعودين إنه كل واحد بشغلهم بتلاقي فقعدوا كل البقت ساعات طويلة فكان فيه حالات تعنيف كبيرة والحمد لله شوي حد الأمر على الكثير ما صار فيه جلسات توعية كلها بتشتغل نقعد نحنا اشتغلوا على هذا الشي ما عبدنا إنه بتخرب بيخربوا الطبخات طيما لنحتي الصراحة بيخربوا الطبخة ويرجعوا مش عطرين بالطبخ أبدا وبينقوا كتير ما هيك على خير شفو على خير شفو على خير جميعا شكرا كتير لألكم تحياتي لكم شكرا كتير لكم جميعا اسلام ويا رب شكرا كتير لألكم إلى اللقاء باي الله معك باي شكرا كتير لكم